في سياق المتصل أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن 14 مليون عراقي غير قادرين على شراء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا وطلبت المفوضية الحكومة العراقية بتوفير الكمامات مجانا لعدم قدرة المواطنين على شرائها فيما دعت إلى ضرورة توزيع منح مالية سريعة لدوء الدخل المحدود لتجنب الضغوطات المالية الناتجة عن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا اشتركوا في القناة